اشتركوا في القناة فوزه على ضيفه العروبة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاحد العالمي احرز هدف السبق عبر احمد الفريدي في الدقيقة السابعة والثلاثين ثم ضاعف نجمه محمد السهلاوي النتيجة بعد مرور خمسة عشر دقيقة على انطلاقة الشوط الثاني قبل ان يتمكن مهاجم الضيوف موسى الشمري من تذليل الفارق لهدف وحيد في الدقيقة التسعة وستين الفوز السادس على التوالي اعاد العالمي للمركز الاول برصيد ثمانية عشر نقطة وبفارق الاهداف امام الاتحاد الذي تبوأ الصدارة نحو ثمانية واربعين ساعة عقب تفوقه على الرائد بدوره ظل الهلال صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب البطولة ظل على بعد نقطتين فقط من المتصدرين بعد ان افتتح مبارياته هذه الجولة مساء الاربع الماضي بالفوز على مضيف الفتح بهدفين لهدف من جانبه وصل الشباب تألوقه وحقق فوزه الخامس في المسابقة بتغلبه على ضيفه نجران بهدفين لهدف مساء السبت وحافظ الليث الابيض على المركز الرابع بنفس رصيد الهلال في باقي نتائج هذه الجولة فاز الاهل خارج قواعده على الشعلة بهدفين نجمه عمر السومة فيما تعادل الفيصلي مع التعاون بهدفين في كل شبكة والخليج مع هجر بنفس النتيجة اخيرا وفي سباق الهدفين قفز السوري عمر السومة مهاجم الاهل للمركز الاول برصيد سبعة اهداف وبفارق هدف وحيد عن نجم الشباب نايف هزازي وهدفين عن مهاجم الناصر محمد السهلاوي اهلا بكم من جديد عزائي المشاهدين من الحاجات اللي زعلتني اوي هي اصابة اللعب ايمن اشرف لانه ايمن كان بادي الموسم على اجمل ما يكون واحسن ما يكون وكان تحت رادار المنتخب الوطن لكن قدر الله وما شاء فعل اه ايمن حنحاول نقترب نشوف اصابته اخبارها ايه لعملية الجراحية وضعها ايه مسايا خيرا كابتن ايمن والف سلام عليك ازاكة حبيبي عامل ايه الحمد لله تمام طمين عليك دلوقتي والله الحمد لله اه زي ما حضرتك قلت كده قد الله مش هفعل الحمد لله اه اه انا دلوقتي رفط لحمة اه للدكتور عحمد عب عزيز اه مبارح كويس اه اول مبارح اول مبارح اه 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 رحت له بتاع يعني عشان اورير له شعاعات وكده بعدما الدكتور كان قال لي انه الدكتور محمد كان طميني وكده وكان قال لي انه ايه احتمالي احضرتك وقعد لي انه قطع جزي قطع جزي في الرباط تانيjmه مش هحتاج عملية اه الحمد لله يعني انت لست بحاجة لعملية البلاط ها الحمد لله يعني هو قطع جزي في الرباط الخلفي هو صعب شوية في جلل هو صعب شوية في التحيل وكده وفي الاعلاج الطبيعي اه اه انا اخد شهر ونص كده علىات طبيعية يعني مع وباعات اشوفك ثاني شهر ونص شهرين يا سيدي وانت حظك كويس في حواري 15 يوم توقف عشان منتخذ كمان اه الحمد لله والله دي حاجة يعني بحمد ربنا عليها يعني الحمد لله طيب اسألك الورم في الركبة عمل ازاي دلوقتي والله او ما حصلش ورم الحاجات بسيطة خلص من ساعة ده مؤشر كويس ده مؤشر كويس اه بس هو الالم بس في المش حاجات بسيطة كمان بس الالم هدي جدا على الاول اه الحمد لله هدي جدا الحمد لله اه اه بس وانا شغال دلوقتي مع دكتور حسام الابراشي لي حسام الابراشي ممتاز اه اه شغال معاه اه او وانا دلوقتي في الطريق رايح له اه والحمد لله يعني ماشيين طريقا دي عن نهاردة 3 يوم هو اه اه مشيين بشكل كويس ايمن انت مقيمة في القاهرة بصفة دعيمة اصلا لا انا اصلا اصلا من اه مطرية دا الالية اه بلاد كده المدينة جنب المنصورة انت تعرفاني يعني انا من طنط انت هتحذر الله ايه 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 اقول لي نا انا بيعرض لك الاصابة على الهوى حظك وحش الوقع كت صعبة شوية اه الحمد لله يعني ايه الخطة الخطة القوية جدا و اه اه وحمودة اللي هو الخبطني ده وتكلمني يعني هتظل بكامس اه اه ايه الكورة كده دي كورة انت سنك كم سنة ايه ايه انا 23 كم ما شاء الله يعني انشاء الله شهرين 3 حتى وترجع بالسلامة و ويكون كمان الرؤية اتضحت بالنسبة المنتخب ويكون لك دور بإذن الله في الفترة اللي جاية ام يا رب ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله اه توفيل للكابت ان شاء الله والزميل ان شاء الله طب انت بادي مع الدكتور حسام قابلت الدكتور حسام براشي نفس قل مين اه انا مع مع الدكتور حسام براشي حطيلك برنامج تأهيلي يعني حطيلي د damn it وكده. طبعا. طبعا يعني بمناسبة حضرات كلمتين وكده انا بشكر طبعا بشمهندس خرج عامر. نعم. اه فعلا يعني يعني الراجل اه عايز يعمل لي كل حاجة. يعني هو الراجل عايز يعمل لي كل حاجة. عايز سفرني الماني وعايز سفرني دبي وعايز سفرني كل حاجة. بس انا برضو رأي انك تسافر. اه وهو ده فعلا لكابتن يعني انا شوية كده ان شاء الله بعد ما اخلص مع الدكتور حسام. انا رأي لكابتن حناد ده علشان ودبي زي المانيا يمكن دبي كمان هتبقى اسهل باللغة تعرف تكلم اخواتنا واهلينا. اه يعني هو. في المركز انك ممتاز خليبا. كاتر حمدا قال لي انو يتكلم اه وليد سلمان. اه عشان يسأل يعني المركز اللي هو كان بيتعالج فيه وكده. فين? في دبي? اه نعم في دبي اه. نعم نعم نعم. فانا هرايح له اللغة الكاتر حمدا ان شاء الله فالمعسكر وهناتكلم يعني. طبعا ما بتسوقش طبعا. ما بتسوقش طبعا. اه لا بسوق يعني رجلاء الشمال هي المقبوطة فيها انا فاردها وباسعوا بليمينية. حال الدكتور ما منعكش من السوق? لا لا ما منعني. وقال لي اقلمش وقيش حياتك عادي يعني الدكتور احمد الوعزيز اللي ايش حياتك عادي اخرج وقيش حياتك. بس خلي بالك بس يعني ايه? اه ما تقدمش الشمال عنليمينيا يعني خليليمين هي يعني. ربنا اجعلنا يا سيدي من قال اليمين. يا رب يا رب. يا رب ان شاء الله. عموما الحمدله عالسلامة وانا بفضل تروح دبي الناس هناك كويسين جدا وجاهزوا عماد متعب بشكل كويس وقاليد سليمان وعبدالله السعيد وفي لعبة خلي بالك من اوروبا بيروحوا دبي دلوقتي خليك برضو مع الدكتور حسام الابراشي الدكتور حسام الابراشي ومساعد الدكتور ابراهيم ومعاونينك اكتر من ممتازين ما شاء الله ربنا يرجعك بالسلامة وان شاء الله عز وجل ترجع سلام غير من الملعب ايمن باذن الله شكرك ايمن شكرا جزيلا الاعتزار موجود ما تحطونا كده على الشاشة بتاع خلاص مصراوي اعتزل كابتن احمد حسن عميد لعب العالم بس خلاص انتهى شكرا جزيلا انا اتقدم موقع مصراوي باعتزار لنجم المنتخب القومي السابق احمد حسن عميد لعب العالم على الخلط الذي حدث نتيجة لتشابه الاسماء بينه على الخطأ الذي حدث نتيجة تشابه الاسماء بينه بين لعب النادي الاهلي السابق ويأكد ان الخطأ غير مخصوط تمام تمام خلاص يلفل تمام كده خلاص وده برضو دورنا كألام انا كنت ممكن افضل اقول له بقى ولا او ما انفعش وموقع بتبوز الدنيا ده كلام مش مظبوط وغير ممطقي وغير معقول وغير مقبول على اطلاق احنا كلنا في دايرة واحدة وكلنا في بلد واحد اسمها مصر في النهاية شوفوا القرار ده معايا على الشاشة عشان تعرفوا ان البلد دي بدأت تمشي صح قرار السادة زيل شاب ورياضة رقمية سبعة ترتين لسنة 2014 للصدر بتاريخ ثمانية عشين تسعة 2014 وزير الشاب وريالة واطلاق القانون راخام كزة القرار الرئيس الجمهورии راخام كزة القرار الرئيس الجمهوري الأخير ده مهم أوي رئيس الجمهورية رقم تمتين ستة وتمatura ليسنة 2014 وده ده مهم أوي او بتفوض بعض الوزراء فخصات رئيس الجمهورية او المنصوص عليها في قانون نظام العامرين بالدولة وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم كذا لسنة 2017 مش هنختار السادة معاون الوزراء يعاني السادة الاتي اسماءهم بعد لشغل وظيفة معاون وزير الشباب والرياضة دون ان تخصص لهم اي مخصصات يحتفظ كل منهم بالمعاملة المالية الحالية لمدة عام يعني هم جايين يتعلموا معاون وزير دي حاجة مش قليلة محمد محمد عبد المجيد الشازلي لشؤون الشبابية ريهام رقفة مصطفى محمد لشؤون الشبابية يوسف محمد الورداني لشؤون الشبابية احمد محمد مصطفى للشؤون الرياضية داليا محمد رضا عبد وعلي للشؤون الرياضية احمد حمدي احمد عزمي للشؤون الرياضية يعمل بهذا الخرار من تاريخ صدوره على الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخلف وزير الشباب خالد عبد العزيز طيب هيكت في لجنة برئاسة موانس خالد عبد العزيز دكتور اشرف صبحي دكتور عماد البناني واستقارت على الستة دول اجمل ما في القرار ده انه فيه اتنين بنات ريهام وداليا وكمان انه مقسم شؤون شبابية وشؤون رياضية تلاتة او تلاتة اجمل ما فيه انه البلد رايحة في سكة الشباب اجمل ما فيه انه الناس بتقول كلام وبتنفزه دلوقتي يعني خلاص ما عادش فيه ان تقول كلمتين والشباب والبطاع وتلاقي في الاخر كله كلام في الهوالاء ده كلام بجد ده كلام بجد وبيحصل بجد وده السبتة اللي في الشباب اتعينه وده خلي بالكم في كل الوزارات يعني بعد سنتين او تلاتة او اربعة هتلاقي حد من دول وزيرا للشباب او نائبا لوزير الشباب او مساعدا دول معاونين دلوقتي او مساعدا لوزير الشباب خاصة ان هناك كوادر يقدروا يتعلموا منها وده الاجتماع مع رئيس الوزارة رئيس الوزارة قاعد مع الشباب الجميل ده وزير الشباب قاعد مع الشباب الجميل ده ده امر جميل جدا انه بشكر الحياة اخواتنا في الاعداد قولونا موقع ايه اللي منزل عشان نشكره الحياة على فيتو اشكرهم شكرا لنجزيها الحياة اه اه ادي رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ادي وزير الشباب والرياضة المهندس خارد عبدالعزيز دكتور اشرف صبعي دكتور اعماد البناني واعتقد ناس من مجلس الوزراء ثم الشباب اللي زي الورد ده بقى اللي حيفتح جنان مصر بجد واللي في الشارع دول لازم يعرفوا انه اي حد منهم ممكن يبقى مكان دول تاني اهو لازم يعرف انه بقى مكان دول واللي ده اخلين الجامعة بكرة وبعده لازم يعرفوا انه ممكن يبقوا مكان دول وانه سيبكوا بقى من الكلام الفاضي الملوتوف والضرب ادي الصورة الحلوة الجميلة في مجلس الوزراء وكأنها وزارة جديدة وكأنها وزارة جديدة شيء رائع جدا انا بس هقول كلمة يعني اه مش مقصودة يعني انا عارف انها اه بس لازم اقولها كالنفسي يكون فيهم حد مسيحي كالنفسي حقيقة كالنفسي يكون حد من الستة مسيحي اه مش لحاجة اكيد فيه كفاءات وانا عارف انهم اختاروا افضل الكفاءات بس انا بتكلم عشان الوزارات المقبلة عايزين يبقى شعاراتنا بنشتغل بيها ما يبقى الشعار بس ما نقولش واحدة وطنية ما بنعملهاش انا عايز انا عايز مساعد وزير او معاون وزير يكون مسيحي ده مهم جدا لانه ده مهم في الفترة القادمة في مصر جميل انه شباب جميل انه بنات جميل انه فيه طموح جميل انه فيه امل لكن كمان ان انا عايز اترجم كل ما بيقوله السيد الرئيس والسيد الرئيس المجلس الزرق والسيد الوزير لان انا انا مش من انصار احلامك اوامرك يا ساد الرئيس لا 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 تناقشوا معا انا نهاردة كان عندي مكالمة هامة جدا الصبح هقولكو عليها مع وزير التعليم العالي اه اه في الازاعة الصبح لكنه عايز اقولكو انه لا لازم لازم واحد على ستة واحد على ستة يكون موجود يعني من السيدات الفضليات داخل وزارة الشباب الرياضة اللي مسكها ملاف ملاك الشباب اه 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 استاذة مارجريت ياه ياه اللي عاملها ده يعني وبعدين لما كنت مع الموانس خالد عباريز قريب في طنطة هو بيفتتح المنشآت انه كان مركز الشباب العجيزي بتاعنا في طنطة وده حاجة انا هافضل افخر بها من نفسي وللبلدنا طول وقتنا يعني اه اه فبنتكلم عمراكز شباب مدام مرجريت موجودة فقالطول الستة دي قال لي ما اقدرش هتحرك من غيرها في الشباب ستة عظيمة ورائعة تصادف انها مسيحية بس انا انا عايز يبقى توجه ده ولا انا بتكلم صاحة ولا ولط حساس المدوشة خالص حساس ايه انا مش عايز اقول فريق عملي هنا او في اي حتة ده مهم ده مهم جدا يعني ارجو ان احنا هناخد بالنا من ده ما هو كمان اخواننا المسيحيين انا بتكلم بصراحة مطلقة بيقول لك طب احنا فين ومعهم حق هم فين بجد ليه مش موجودين بجد انا بص انا عارف انه ده بعد تدقيق وتمحيص واختيار وكل حاجة لكنه برضو هذا البعد لازم يكون متواجد ارجو ان انا بكون يعني بتكلم بالسان اخواتي الاخوات يعني مهم انا شايف انه ده مهم بيوجع شوية بس مهم معايا دكتور عماد البناني المدير التنفيذي المجلس القومي ليه الشباب والرياضة ولا عافش الرياضة بس الرياضة اظن اه وهو كان مسؤول في هزي اللجنة الثلاثية برئاسة الوزير دكتور عشف صبح لدكتور عماد البناني بسيخ خير يا دكتور عماد اهلا وسهلا يا كتر احمد واهلا وسهلا مسهلا المشاهدين ببارك لكم على هذا التوجه الجديد وتوجه دولة وان الشباب يبقوا موجودين وياخدوا وضعهم في البلد ومكانتهم بعمر الله عز وجل قول لي وشش الاختيارك تعملت زي يا دكتور عماد يعني هو في خلال دولة رئيس الوزراء خاص الا يخلي البلد رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء انا الصباح كم عاوز الدل التعليم العالي واقلت له انا بانتخدك يا فن م انت قاد تقول فأخامة رئيس الجمراء فأخامة رئيس الجمراء اسمه السيد رئيس الجمراء فجئني قال لي على فكرة الرئيس قال لي بلاش كلمة فخامت دي خلينا الرئيس على طول السيد الرئيس على طول. احنا احنا مصر جديدة وبنتكلم ان اه فعلا هو رجل الدولة. نعم. واول على رأس الدولة فعلا بتكلم ان اهزل منطلق. السيد رئيس مجلس. نعم. سبراهيم نحلب انت عارفه كويس جدا. حبيبنا رخونا ببا. يعني اولا مش محتاج ان احنا هنعمل التعاكل. نعم. تفضل فعلا. احنا بنتكلم ان عارض على تمكين للشباب ويمكن الموانس كارل عبدالعزيز كان اه بيقول احنا اولى الناس ان احنا ننفذ هذي. ام. التوجهات لوزارة التباب ورياس. نعم. اه اه كان نتقدم عدد كبير جدا من. كم تقريبا يا دكتور امات? كم تقريبا? يعني انا هتكلم ان في عدم اكتر من مية وشوية تقدمه. ولكن المعيين الخاصة بالاختيار اللي هي منها السن. ومنها التقاليل الوظيفية من الجهات بتاعته ان هو على مسئولية موقع مسئولية واحد تقاليل جيدة من رؤساته. ام. بالاضافة الى السن من تلاتين لنزاين بالاضافة ان هو يكون حاصر على اه اه اعمال متميزة في عمله. اه اه اتصفه على تسعة وعشرين. ام. في كلا الجانبين او شرطان الوزارة الشباب وضيان. ام. اتعملت عام مؤادلة كانت في رئاسة الاستاذ دكتور عشرة الصدخي. وكنت باشر بعضياتها مع زميل العزيز الاستاذ محمد الخشاب ومدير التنفيذ للشباب. اه المؤادلة عبارة عن اه اه موقف اه ابتكاري اه طريقة جديدة لحل المشكلات ايه اعظم المشاكل الموجودة داخل الوزارة. فصف فيها اه مجموعة اه من الشباب اه احنا كان مفروض نختار اتنين للشباب وتنين لزيارة. اه. صفونا افضل ستة اه افضل تمانية وهم امام الوزير ان نختار ما بينهم. اه لا لا انا وزارة بتاعت شباب. ثاني اختار ستة واعرض على اه رئيس الوزراء ان احنا ناخد ستة بدل اربعة. كويس. وصعلا تم الاختيار وتلاتة من جلاح الشباب وتلاتة من جلاح هاري. سوالين مهمين. واحد. هل كان في وسائط? نهائي نهائي نهائي. اه ابرز ما في الموضوع ده. اه. ان من المتقدمين نصهم بيهم زميلهم ان من سنهم ان هما تدواء هذه. سوال تاني مهم. هل في حد اللي نكحه دول اه ابناء عاملين بالوزارة. والده والدته عامل. ها? هم هم ابناءنا لان هما بعظهم من اوائل الخاسجين اللي تعينهم من حوالي اتناشر تلاتاشر سنة. ها. وهم كانوا موجودين في مكاتف فنية او في اه ادارات. وبيعيدوا لدرجات ماجستير والدكترات. لا يعني دول اصلا دول موجودين في الوزارة اصلا يا فنم الستة? اه كل نعم من الوزارة ويدي كانت المهمة. من ابناء الوزارة اللي عارفين ببعض الامور داخل. يعني دول اصلا ده بيعملوا داخل الوزارة. بالضبط لان عندهم افكار ابتكارية اللي نهود بالوزارة فهو ده اللي احنا بنقدمه لآآ متخذ القرار انه بيعنده ناس فرش عندهم آآ سعة في التفكير ما بيخافوش. ما ممكن جده بمعونية. ما حدش يعني من خارج الوزارة في المية وشوية اللي تقدمها الدكتور اماد. لا لا خالص خالص بنتكلم على الوزارة. لا 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 معلش النهاردة آآآ سيد رئيس الوزارة او سيد رئيس الجمهورية لما الزم كل وزير بيختار اربعة من المعاونين ليه من الشباب آآ ده كان كلام مهم. ودهما آآ سيد الوزير يلزم نفسه بستة ده كلام هاي الوراقه. لكنه لما حد بيجي من برا الوزارة برضو بيحس بفرحة وبسعادة وبيحس انه لأ انا جيت لانه استحق يعني ما حدش قدم افكار خالص من خارج الوزارة ولا انتو اشتركتوا من اللي يتقدم يكون من داخل الوزارة يا فتا. هو كان الاعلان داخلي تبخل لقرار آآ رقيس الوزارة وكان من داخل الوزارة ويمكن يبقى لنا منطقة اذا الموضوع. احنا بنتكلم على شخصية موجودة في دولاب العمل من عشر اتناشر سنة في عمل وزيف. اه. فليبعارف بعض الامور قد تغييب على متاخذ القرار لانه مش عاول توصل له ومش عارف حد يوصل له له. انما اللي موجود في آآ كواليس العمل من الممكن جدا يبعد بأفكار طموحة. الشراب يبعد له بأفكار جريئة من الممكن جدا انها تصلح آآ هذا العمل وعاوزين من افكار غير تقليدية. مم. فكان نهومي جدا ومن داخل العمل عسان هو بقى اقدر على. يعني لو كان اربعة من داخل العمل واتنين من خارج العمل تالما كان المنصوص على اربعة وانو الوزير زود اتنين كان يبقى جميل برضو من خارج برقو. اتفضل يا فنان. لو كان من خارج العمل. مم. هيبتدي يتعلم او احنا بنشتغل ايه في الوزارة. يا فندم انا عايز ابتكارات يا دكتور عماد. انا مش لازم واحد يكون موظف. انا عايز حد يبتكين لي وقدم لي افكار جديدة. وحطني يعني انت حضراك خدت الاربعة اللي كان منصوص عليهم وبالتالي ارضت كل الناس اللي موجودون واستحقوا كلهم الستة زي الفل ولو ستين برضو بقى زي الفل. لكنه لو فتحت الباب لخارج الوزارة شوية. انا اعتقد بتدي روحة جديدة يا دكتور عماد. عزي الناس اللي برا دي يا فندم تشم نفسها شوية. عزي حاجة بس. هي مش وظيفة. هي فرصة. فرصة من اجانب متخذ القرار. مش وظيفة. يعني ما انا شايفه بنفس المرتب ودون يعني دون اي تجربة. هجيب واحد من برا هلا يكون جاي من عمل اخر. هلا يكون جاي في مجال اخر. وزارة تانية. قد يكون ده مرحلة جاية. يعني انا مسلا انا محتاج مهندس. عشان يشتغل في ذات شو انا ليه اجيب واحد موظف من برا فندم انا عايز اجيب شاب خارج جامعة. عنده تلاتة وعشرين سنة اربعة وعشرين سنة. وقت زي الفل ولا بنت زي الفل. وعندها افكار وتديني. انا عايز حد تديني افكار. حاسس بالولاد اللي في الشارع دول بينزل معاهم بيعرف بيفكروا ازاي. احنا في جاب برضو بيننا ما دكتور عماد خلينا نكون امنا. احنا في جاب. في مسافة. احنا لنا طريقة معينة واسلوب معين. والولاد اللي عندك دول محترمين مية في المية. كان نفسي اتنين اربعة وعشرين سنة تلاتة وعشرين سنة. لسه خارجين. زي ما تلك تقول. المعايير من تلاتين لارمعين سنة. من تلاتين. اه. لما نيجي نتكلمة لكابتن احمد قد يكون ده من خلق قادمة لهذا العمل. ده يمكن بداية. ام. نقيم التجربة. وما بلاش يعني خلينا رقف جبهم. خلينا نمكنهم فعلا. اه. وعايز اولجها لحاجة. ام. ومهما جدا ما ولا هعملها. انا في بعض الناس اه غارط من من الشباب ده. ام. طبولها يبوشكلهم ايه. طبولها يعملوا ايه. طبولها يساو ايه. ما تسبقوش الاحداث يا زملاء الاعزاء لان دول هيدعرضهم. ما انا مش عايز افكار الموظفين دي يا دكتور عماد. انا 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 الحقيقة كان نفسي القصة معرفش كان نفسي القصة تبقى احسن من كده. بقى انا بص انا مختنع بالستة دول وزي الفل وربنا بريكلهم بازن الله عز وجل. وبركتيرهم كل واحد. بس انا محتاج ثورة بجد يعني محتاج شباب بجد. يعني اه ب يعني دول شباب وزي الفل اللي حسن نفكر ان انا بنتقدهم ولا حاجة. لا 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 لا. يعني يعني اه ليه اه اه عايز اللي ولاد يعني وبعدين ان هو مش قرآن اللي مش منزل انه تلاتين سنة ممكن يبقى سبعة وعشرين وستة وعشرين وخمسة عشان دكتور عماد. والله في ولاد كتير يا دكتور. انا كان عندي ولد في الازع عمل مشروع طاقة شمسية. حلو. جنن الناس عمل حاجة غير طبيعية الناس كلهم بتسألني عليه. بقول له تروح تشتغل اسمه محمد. قال لي لا ده انا شغال زي الفل لهو. وامكستانين الدنيا والناس اه مختنعة بمشروعنا. في شباب كتير عنده مشروعات. بقول له عمادات نعم نعم. خلينا ناخد اه برضو من اطراف الكلام ده وحاجات مهمة. اهنا عندنا شباب. لو في شباب في السم ده او اصغر شوية عندهم بعض الطرح. يفيد اصغر عمل من ام ممكن جدا. اما يتواصلوا مع الشباب المعاونين دول عشان يوصلوهم للوزير. او يتواصلوا معايا او مع حد من زملاء يقول له احنا عندنا افكار معينة. وعاوسين يدخلها لإطار التنفيذ. فاعدوا معينة. ما تعمل لي بقى ما تعمل بنك افكار عندك في الوزارة. موجود على الموقع عندنا افكار موقع وزارة الشباب والرياضة لجناح الرياضة. بنك الافكار وانا مستعد وحضائك عارف اللي بقول اللي انا مستعد انا اي حاجة جدة انا هترفها بنفسي مع اه الشباب المعاونين. وانا تمنى الخير لان حضائك عارف نحنا عزيزين الخير. مشكرك شكرا جزيلا دكتور اماد البناني المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بس انا مصمم على الله ما اوقفي. انا حقيقة. البنة دازل ستغير. احنا كبرنا. كبرنا. احنا عدينا الخمسين. في جاب لازم نعترف انه في جاب. وبفرح او بالمسؤول اللي بينزل اللي تحته بيحاول انا بحاول اعمل ده على قد ما اقدر. بس برضو في جاب. بحاول اعمل ده على قد ما اقدر. يعني وانا قلتو لكم هنا قبل كده انا بعتبر نفسي خمسة اه نفسي خمسة عشرين ستة عشرين سنة. ما تجيبوا الولاد دي ما تدلوش وظيفة قيادية بس اه حسسوا انه واخري دع بعيد شاطر اوف دي. انه صاحب قرار. انه مشارك في القرار. انه مشارك في صنع القرار. تلاتين سنة ده مش مش حاجة بنزلها من السماء. لا. ده قرار وزهري يتعدل. ايه المشكلة? في قرارات جمهورية بتتعدل. مش مشكلة. لازم الليولاد دول. يحسوا بجد لانه كل الاحترامي للستة الجمال اللي اتاخد دول. بقول لك موظفين بقى لهم اتناشر سنة في الوزارة. او عشر. ما عرفش اتناشر سنة ازاي هو. ايه من تلاتين لاربعين سنة اه ممكن يكون اتناشر سنة. هل ممكن يكون خلص اللي عنده? هل ممكن يكون اصيب بعدوى الروتين اللي موجودة? ممكن يكون شباب زي الفل ومخترين على الفرازة. ممكن. وليه اعلان دخل? اه خلي اه عايز اقول لكم وظيفة المدرس المعلم المساعد دي اللي تم الاعلان عنها اه 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 بتقدم لها 2 مليون عشان ياخدونهم تلاتين اه اه تلاتين الف. طب اش معنا المعلم ما في ماز كلها بالا بالاقود مؤقتة وكزا? انا عايش عايزة انزل بالسن ما عارفش مهانس خادر عايزة عاملها الدكتور اشرف صبح عاملها الدكتور عماد البناني عاملها اكيد في صرفة الاربعة كمان يتحطوا يبقوا موجودين اصحاب بنك الافكار مستشارين الوزير للافكار يعني الف جنيه الفين جنيه اتلاف جنيه اشتغل وياخدوا فلوس كويسة ياخد فلوس كويسة لانه انا مش معقولة انه الافكار في مصر هتستقر على واحد او اتنين او خمسة او عشر لا والشباب بالتحديد مجالاتهم مسعى جدا 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 يعني ارجو دلوقتي اهو قبل بيتم الاعلان بقى عن مساعدين او معاون الوزراء في الوزرات الاخرى كده بصراحة كأنك يا بوزيد مخزيت ما من جوة الوزارة وهم وكويسين وانا بقول لكم الستة كفاءات غير عادية انظر حولك بصوا برها شوية يا جماعة بصوا الشباب انا قابلني دلوقتي وانا جاي ولد من طنطا اسمه محمد عصر من جنب طنطا انا اسف ان انا بقول دلوقتي على الهواء الولد يعيني كافح وجاهد وتخرج من البترول خريج بترول بيقول لي انا ابويا متوفي ومعاشنا خمسمائة جنيه وبالكاد بالكاد يعني بيحاول لحد ما اتخرج خريج هندسة هندسة بترول مش لايه فرصة شغل هوا ممكن يكون مسمعنيش هدولاتي انا بيدور عشان يرجع يسافر تاني فوق طور بين جنبنا في طنطا هيا كده يعني انا بس عشان اسمه فوق داني كانوا يبزي منا محمد عطية معانا مدير الانتاجة ها وقعدنا مبص وقعدت ان انا احاول اعمله حاجة ولان انا بطلت قصة الشغل والحاجات دي من زمان مسلا حاجة كده انا بقولش بمعاون وزير ده فرصة عمل عادية خريجة هندسة بترول يعني جاب في سنوة العامة قد كده وذاكر وطلع عينه قد كده عشان يشتغل وعشان 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 فانت دهاردة هبتقول لي معاون وزير فانا انا بقولها صرخة على الهوى ها هات يا سيدي من جوه الوزارة ثلاثة ومن بره الوزارة ثلاثة او طالما الوزير الشباب سن صننا حسنا بالاربعة وستة هات اربعة من جوه الوزارة واتنين من بره حسب حاجة الشغل حسب الكفاءة وياريت الوزير اللي يقابلهم مش هبقي فيه مشكلة ان الوزير يختطع من وقته ساعة او ساعتين ولو انهم بقى مغالين جدا دلوقتي عشان يشوف الناس دي قصة فخامة الرئيس الحقيقة انا امبرح تبعت بالليل حفل تكريم العوال وكان حفل تحفة الشياكة والاناقة والنظافة كل حاجة زي الفل وعجبت جدا بكلمة وزير التعليم العليق وعجبت جدا راجل بيتكلم من الزكرة وقوي ومشاء الله بس الحقيقة لقيته اربع مرات او ست مرات فخامة الرئيس فخامة الرئيس فخامة الرئيس فخامة الرئيس معين لما جي المانس خالد عبا عز وزير الشباب الرياضة فخامة الرئيس فخامة الرئيس وشفت الدكتور خالد حنفي وزير التموين اللي عمل شغله رائع يعني هم التلاتة الوزرة دول هايلين بصراحة يعني برضو فخامة الرئيس فانا قلتو فيه توجه ولا ايه فكام معا وزير التعليم العليق الصفح عاد تكلموا في وضاية كتيرة جدا بقالتول يا فاندي هم فيه توجه عندك تقول له فحمة الرئيس ولا ايه قال لي لا وقتوله انت عماك تقول فحمة الرئيس والوزير التاني فحمة الرئيس والوزير التالت فحمة الرئيس الناس ما بتحبش كده قال لي الرئيس نفسه ما بيحبش كده طب بتقول لها ليه سيادة الرئيس السيادة الرئيس لا يقلل ابدا السيادة الرئيس سيادة الرئيس وبعدين يا اخي لا الراجل حابب كده ولا هو من طبيعته كده والامور ماشية بشكل كويس وزي الفل فمش عايزيني تبقى الدنيا صعبة فراجحة يعني وفقني في الرأي وقال لي بس هو رئيس وقامته التروح نعم ما بنقللش عبد يعني ما فيش حد حصل عليه اجناع زي الرئيس السيسي ما فيش حد الناس ملتف حواليه زي الرئيس السيسي فارجو انه ده الهاجة كان فيه يعني كلام محترم مع السيد وزير التعليم العالم فاصل وارجع افتح ملف اللجنة الاولمبية اللي المفروض عندها اجتماع دلوقتي تمهيدا لاخوانتها باذن الله عز وجل زي النهاردة 29 سبتمبر 1989 تعاد المنتخب مصر مع نظيره الروماني بدون اهداف بالقاهرة في اطار تحضيراته لخوض لقائي الجزائر في المرحلة النهائية والحاسمة لتصفيات مونديالي ايطاليا تسعين 1998 تعاد المصر مع مقدونيا بهدفين في كل شبكة في لقاء دولية اقيم في سكوبي وسجل هدفي المنتخب حسام حسن واساما نبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة